الاهلي خلاص عنده لقاء العودة هنا مع سانشاين في يوم واحد وعشرين زي ما قلتلكو كابتن حسين بدري بيقرر ان هو هيخش لمدة اربع تيام لقاء معسكر مغلق مش عارفين لسه المعسكر هيكون فيه بس اللقاء هيتلعب ان شاء الله في استاد برج العرب عايز اقول لكم ان فيه كلام كبير جدا ان اللقاء ده يتلعب بجمهور ودي هتبقى مفجأة لو وزارة الداخلية سمحت بتقول جمهور او عدب من الجمهور او بروفا ان يبقى فيه جمهور اعتقد ان دي يعني هتبقى حاجة هتسعدنا كلنا لان كلنا نفسنا ونتمنى وبندعي ان يبقى فيه جمهور في الاستاد اول مرة من فترة كبيرة جدا نشوف مبارح جمهور في استاد القاهرة في وجود سيادة الرئيس الدكتور محمد مرسي شوفنا منظر الجمهور والجمال والاستاد عامل ازاي من فترة الحقيقة وحشنا جدا المنظر وحشنا جدا الجمهور هو قاعب من غير شمريخ من غير دخان من غير حاجات تتدمي من غير اي مشاكل الناس يفت ناس بتشجع ناس مناظر جميلة هو دايما الحقيقة اللي بنتمنىه وبنسعاله برضو الاهلي زي ما قلتلكم كابتن حسان بدري بيقرر ان هو حيعمل معسكر مغلق لمدة اربع تيام غالبا حيبقى في اسكندرية لان الماتشة حيبقى في برج العرب فاعتقد ان هو حيبقى حاجة قريبة من كده ان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي خصوصا ان خلاص الاهلي يعني شبه من المؤكد ان هو حيقابل الترجي التونسي يعني دي وجه ناصرنا الضعيفة جدا لان الترجي اتعادل مع مازنبي دلوقتي في مازنبي واللقاء القادم في الترجي واعتقد حيكون سهل ان شاء الله باذن الله للترجي ان هو يحسب الموقف وحيكون اللقاء احنا عارفين دايما اللقاءات النادي الاهلي والترجي بتبقى يعني مزاق خاص بس احنا ادينا احساس قوي قدام العالم ايه طب نقابل ده بلاش ترجي طب خلاص رحين له في النهائي رحين له يبقى خلاص فيه نغم ان احنا هنعمل لقاءات احنا ان شاء الله حيبقى عارفين ان كعبنا هناك بيبقى صعب لكن ان شاء الله باذن الله هنحسن برضو البطولات زي ما دايما متعودين هنبقى في اليابان حسام البدري اكيد طمعان اكيد زعلان انبارع على ثلاثة بنت راحوا من اديه كانوا خلاص دخلوا جيبوا ورجعوا خرجوا تاني بس مفيش مشكلة برضو نادي الاهلي نادي كبير يحسم هنا في مصر وان شاء الله بمشية ربنا يعني في اللقاءات الترجي تبقى القصة مختلفة ويبقى فيه كلام تاني وهو دايما بقى اللي مستنينه بطولة في التوقيت ده تجمع كل الناس جمهور الاهلي جمهور الزمالك جمهور مصر وتبقى الحقيقة هدية وتبقى كده تدور راجع ان شاء الله او النشاة ترجع يوم 17 تبقى الروح مختلفة السيد حمدي زي ما قلنا هنا وانفردنا داخل ملاعب اليوم قلتلكم السيد حمدي هيبدأ ان شاء الله بمشي